تعالوا بقى نشوف بقى ازاي نخرج بقى من الحالة دي حالة الناس النموذج اللي احنا حطناه نموذج الحساسة مع الشخص اللي بيخبي ازاي نحاول بقدر الامكان ان احنا نخرج من الاختلاف الى الاقتلاف عارفين يا سادة الاختلاف ايه مشكلته الاختلاف كتير من الناس بيعتبرون نهاية الحقيقة ان الاختلاف بداية بداية عشان نكتشف نفسنا نكتشف الحقيقة ان احنا متنوعين يبقى اول حاجة لازم نعرف ان الاختلاف جاي عشان الاختلاف الاختلاف جاي عشان يكشف لنا ان تنوعنا اضافة الينا مش خاص في بعض الناس بيعتبروا ان ازا كنت بحب شريك حياتي يبقى نسخة تاني مني الناس بتعتبر ان معنى المحبة ومعنى التوافق ان احنا نتماهى في بعض وان الخصوصية تزوب ده مش نوع من انواع ادارة الخلاف بالعكس ادارة الخلاف لازم ليها شوية اجراءات او الاجراء ان كل واحد فينا لازم يكتشف نفسه ويعرف قدراته الحقيقية ومعنى ان هو يعرف قدراته الحقيقية انه يسيب النقاط اللي ممكن ان يتسرع عليها ويطلع القدرات اللي عنده واحد عنده قدرة على الحوار فيدعو شريك حياته اللي هم يتحوروا عشان يخرجوا بايه بيخرجوا بالخطوة التانية ان احنا نبحث دايما عن المشترك بيننا ان قدرات كل واحد فينا نستخدمها في البحث عن القيمة المشتركة بيننا مثلا الشخص الحساس ده في الغالب ماذا؟ في الغالب بيحب المشاعر طب والشخص اللي بيخفي هو بيحب ان هو الستر طب ما تيجوا نجتمع على الستر احنا اللي اتنين الحساس بيحب ان هو يبقى مستور عشان محدش يجرحه والشخص اللي بيخبي يحب ان هو يبقى مستور طب ما تيجوا نقول لبعض احنا عنا نكون ستر وغطى على بعض وتعالوا ندير فكرة الستر وغطى على بعض أنا سأبوح في مقابل أن أنت إيه اللي حاصل؟ ما تغضبيش وما تجريش ورا مشاعرك لكن تعالي نبقى ساتر وغطى على بعض يبقى أول حاجة زي ما قلنا كل واحد فينا يعرف نفسه تاني حاجة نبحث عن الشيء المشترك تالت حاجة نعمل أعمال مشتركة مع بعض مفيش اتنين موجودين على وجه الأرض ما يقدروش يعملوا عمل مشترك مع بعض ليه؟ لأن ربنا وجه خطاب للناس يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله الله سبحانه وتعالى لما وجه خطاب للناس إذن الناس في قواسم مشتركة وفي أعمال مشتركة ممكن يعملوها حتى لو كان العمل المشترك ده احنا الاتنين ما عملناهش قبل كده ناس واحدة حساسة فهي بيتوتية وهو شخص منطلق بس عمرهم مجربوا أنهم يمشوا في مكان في نادي مثلا عمرهم فكروا أنهم مع بعض يكتبوا رسائل لبعض أو يعودوا مع بعض ينقشوا قضية من قضايا المستقبل ما عملوش كده قبل كده يبقى كل ما عملوا عمل مشترك مع بعض زي يصالوا ركعتين بالليل ده ليه أثر في الاختلاف يا الله ليه أثر عجيب مش بس صلاة الركعتين أي عمل ديني مشتركة يعملوه مع بعض هيكون ليه أثر السحر في مسألة إزابة الاختلاف لكن كل واحد فينا في وقت الاختلاف مش عايز يعمل أي شيء مشترك هو عايز أن نشريك حياته هو اللي يجيله لا نعمل عمل مشترك مع بعض الحاجة اللي بعد كده كمان الحاجة الرابعة مهمة أوي أوي الحوار المشترك لازم عشان يزول الاختلاف بيننا وندير الاختلاف لازم يبقى عندنا ورد يومي ورد كده زي إيه؟ زي الصلاة النوافل ده ساعات على فكرة الحوار اليوم ده بيبقى واجب زي الصلوات نقض على الأقل لنص ساعة نتحاور مع بعض حول المستقبل والسعادة الحاجة الخامسة لازم يبقى فيه تغاضي أريحي أسوأ حاجة في الاختلاف هو الوقوف على الوحدة لازم نتعود أن احنا نتغاضى يعني إيه؟ نسامح ونتجاوز بس تغاضي أريحي يعني إيه تغاضي أريحي؟ يتجاوز بقى كأنه ما شافش عشان ما يجرحش شريك حياته ولا يصيبه بالكسوف يتجاوز ويتغاضى طب لما يتجاوز ويتغاضى هيقوم في قلبه حاجة اسمه الميزان الإنسان اللي بيتغاضى إنسان يبقى متازل ليه؟ بيقوم جواميزان يقدر يعرف الحاجات اللي مش لازم نوقف عندها ونتكلم والحاجات اللي أنا مش لازم أهتم بيها كمان الإجراء السادس والمهم إن احنا نقعد جلسة جلسة للمصافاة الجلسة دي مدتها ساعة تتعامل مرة واحدة بس نخرج فيها كل اللي في قلبنا والجلسة دي لا تتكرر والجلسة دي تروح إلى الماضي وإلى عالم الظلام وتغيب عنا وتروح للعدم خلاص لأن احنا خرجنا كل اللي عندنا أنا بكلمكم الإجراءات اللي بقولها دي الإجراءات اللي احنا بنحل بيها هذه المشكلة وإقدارة لخلاف اللي احنا بنجربها في جلسات الإرشاد الزواجي وبتنجح ومش بس بتنجح بتخلي الناس تحس انها تولد من جديد والإجراء السابع اللي أنا بحب كمان أقوله للناس نقوم بأول خطوة سهلة نحو الإصلاح يعني إيه اللي حاصل أول خطوة نقدر أعملها زي مثلا إن أنا أوم أعتذر لشرك حياتي أول ما أحس إن المسألة دي قريبة وسهلة لا تحقرن من المعروف شيئا أحنا بننا خلاف على حاجة وأنا حس إن أول خطوة سهلة لي أن أنا أوم واعتذر أنا آسف أنا آسف ما كانش مفروض أعمل كده دي بتقلل منسوب الاختلاف إلى النصف في بعض الأحيين لازم نعمل كده وفي حاجة بقى الأخيرة بقى اللي بتخلي الاختلاف يذهب منه الأشياء السيئة ويخرج أحسن ما فينا هو الاختلاف ممكن يخرج أحسن ما فينا نعم الاختلاف ممكن يخرج أحسن ما فينا إذا عملنا الإجراء التامن وإن كل واحد فينا يمتن للآخر على ما يفعله من أشياء حسنة وقال لنا عليك أن تقبض على شريك حياتك وهو يعمل الصواب فتكافئه عليه أو تمتن له فتحول هذا من فعل إلى عادة إلى طبع يا رب اجعل طبائعنا كلنا يا رب إن احنا نكون قادرين على التحكم في مشاعرنا ونكون قادرين على إدارة خلافنا عشان يكون للاختلاف فرص للإئتلاف وفرص للمودة والرحمة يا رب العالمين ويجعلنا على الدوام ببركة نظرك إلينا قادرين على أن نكون أصحاب إرادة وإدارة فننتقل من الاختلاف إلى الائتلاف إلى الرضا وإلى السعادة يا رب العالمين